يمكن الأخبار الرياضية خلصت صحيح لكن لسه مستمرين في تسليط الضوء على أهم المباريات اللي هتتلاقي بالنهاردة النهاردة الساعة 8 بالليل المنتخب المصري هيواجه المنتخب الجزائري في دور 8 من بطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة اليد وده طبعا بعد ما حقق منتخبنا الوطني الفوز على المنتخب المغربي في المباراة اللي لعبوها أول مبارح بنتيجة كانت 36-21 المنتخب الجزائري تأهل بعد فوزه كمان على المنتخب الجابوني بنتيجة 25-23 يا ترى هتقدر الفراعنة اللي هي تعبر الجزائر النهاردة طيب إيه هي نقاط القوة اللي بنمتلكها في منتخب المصري لكرة اليد وإيه هي نقاط الضعف اللي موجودة عند المنتخب الجزائري اللي احنا هنقدر اللي احنا نستغلها في مباراة النهاردة الساعة 8 مساء كل ده هنجاوب عليه من خلال ضفطنا اللي مشرفانا فيها لستوديو الأستاذة دينا نبيل الناقضة الرياضية صباح الخير يا دينا صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا بس أنا صباح الخير عليك يا دينا من ورانا ربنا يخليكم مرسي دينا في البداية عوز عرف شايفة زي أداء المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة دي يعني يمكن منتخب اليد دايما بيعودنا أنه هو منتخب المواعد الكبرى يعني منتخب اليد يمكن دور المجموعات مش قوي بحيث أنه هو تقدر تحكم فيه لأن طبعا ما احترامنا لكل المنتخبات الكاميرون والمنتخبات اللي احنا لعبنا معاها والمغرب لكن الأداء بيكون يعني المدير الفانية واللعبة مش بيدوا أقوى حاجة من عندهم أو أقوى حاجة عندهم لأن البطولة مع تصعوديا مع الأدوار الإقصائية بتزيد أكتر قوة فبالتالي يعني حتى المنتخب لسه راجع من دورة ألعاب البحر المتوسط مفيش ده يعني أيام قليلة جدا قبل بطولة أفريقيا فبروندو اللي هو المدير الفاني لمنتخب مصر مش عايز يدي كل قوته لأنه بيبقى معروف أنه بيلعب على قد الماتش كده زي ما بنقول بلغة الرياضة وبلغة الكورة بيلعب على قد الماتش ده اللي حصل شوفنا في ماتش الكاميرون لطبع ما احترمنا ليها لكن كان فيه بين قوي فارق في المستوى كبير قوي مع منتخب مصر كان 40-17 سكور برضو منتخب المغرب اللي يمكن شوية ما بدأناش المبارب بشكل كان قوي قوي باعتراف بروندو المدير الفاني لكن بعد كده منتخبنا استطاع أنه يصحح الأوضاع ويكسب بفارق كبير على المنتخب المغربي دينا عشان نقدر النهاردة نعرف إحنا هنلعب إزاي لازم نحلل بالتفصيل اللي حصل في المباراتين اللي فاتوا سبق مع الكاميرون أو المغرب رأيك أدايا اللعيبة كانوا مركزين كانوا محتاجين يعملوا إيه النقاط الضعف اللي كانت عندهم في المبارات اللي فاتوا يعني يمكن شوية منتخب المغرب في سوري مبارات منتخب المغرب كان شوية الأداء الدفاعي مش أحسن حاجة في الشوت الأول فضلنا شوية متعدلين شوية هم فرقوا عندنا بهدف بعد كده قدرنا أن نحنا نرجع أنهينا الشوت يعني متقدمين شوت الأول بعد كده عرفنا أنهينا نرجع نخلص المطش بشكل كبير قدرنا صحح أوضع زي ما بنقول كده يعني يمكن هو شوية الجانب الدفاعي ما كانش أحسن حاجة حارسنا طبعا محمد علي الحارس منتخب مصر بيقدي أداء قوي جدا شوية كان الطيار لما نزل ما كانش موفق قوي في بعض فترات المبارات اللي عبد محمد علي عمل مطش كويس جدا حتى في الكاميرون برضو في المبارات اللي فتحية عمل أداء كويس جدا في المبارات يعني بشوف حتى لو فيه أخطاء والمبارشة غالبة تتصحها الحمد لله حتى الآن طيب دي نعني أنت قلت أن فكرة اللي احنا بنلعب على قد المبارات دي بتحسب للمدير الفني كنقطة قوة ولا نقطة ضعف يعني أحيانا لما فكرة على قد المبارات ممكن لنا كده يبقى فيها أنواع شوية من أنواع الاستهتار بالخصم فيحصل نتيجة عكسية لما هو متوقع من معطيات قبل المبارات فشايف أداء المدير الفني تحديدا إزاي كمان؟ يعني أنا بشوفها أنها مش حاجة وحشة أنت تلعب على قد المطش لأنت بتكون المفروض دارس كل فريق قبل ما تقبله بالفيديو بقى وشايف مطشاته قبل ما يعني في الآخر بتجيب مثلا فيديوهات الآخر خمس مطشات مثلا لي بتشوف إيه النقطة القوة ونقطة ضعف فأنت مفروض بتبقى دارس المنتخب ده كويس جدا بتعرف إيه الدفاع عنده عامل إزاي الحارس بتاعه مثلا نهاردة المنتخب الجزاري عنده حارس خليفة الغطبان ده الحارس بتاعه حارس كويس جدا فأنت مفروض بتبقى دارس فأنت عارف أنت حدود عارف قوة منتخبه قدامك مش هتقدر أن أنت تزود قوي يعني مثلا هو رايح بعض اللعيبة اللي هي مش جهزة قوي أو اللي هي مش يعني مش عايز يحرقها زي ما بنقول كده لأن احنا عندنا لسه فيه هتقابل إن شاء الله يعني مع التأهل بإذن الله يعني يا رب تونس وأنجولا ومنتخبات مستوها الكيرف بتاعها أعلى كتير من اللي انت قابلتهم في الدور الأول فأنا بشوف يعني مش حاجة ووحش خالص انت تلعب على قد الماتش انت دارس المنتخب اللي قدامك عارف إيه نقطة القوة ونقطة الضعف بتاعته فبالتالي انت خلاص انت عايز تكسب انت عايز تتأهل كمان مجموعة مصر كان ثلاث فرق بس فأولا انت كنت عايز تتحقق ان انت تكسب الماتشين وتتصدر المجموعة عشان يعني تقابل منافس شوية بقى في المجموعة الثانية يعني المتصدر الوصيف مجموعة الثانية فما يقاش مواجهة قوية قوي وده هو المطلوب يعني هو ده اللي حققه فعلا باروندو فحتى الآن أنا شايف ان القيادة الفنية البطولة يعني في الماتشينة اللي فاته للمنتخب حتى الآن يعني زي الفل طيب حلوة قوي لو بديتكلم بقى عن تقييمة ليه منتخب الجزائر والمجموعة اللي لعب فيها كان عامل ازاي خانيني نقول للناس ان منتخب الجزائر يعني يمكن تصريحات المدير الفني رابح غربي اللي هو المدير الفني منتخب الجزائر كان يقول انه عنده خمس لعيبة مش موجودين منتخب الجزائر طبعا يعني ليه باع طويل وتاريخ عريق جدا في كرة اليد يعني هو تقريبا المنتخب الوحيد اللي فضل في التمانينات من سنة 81-89 بياخد البطولة بشكل متتالي خمس مرات واربعة فهو ليهم تاريخ عريق جدا بس يمكن المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة لأداء مش المستوى يعني اللي يطمح لي الجماهير الجزائرية أو المتابعين لكرة اليد الجزائرية وده شوفناه في الدور الأول كانت مفاجأة طبعا بالنسبة لنا انه هو المنتخب يخسر في مباراته الافتتاحية قدام غينيا فازع الجابون وخسر من غينيا بالضبط كده كان هو خسر من غينيا في المباراة الأولى وبعد كده تأهل بالفوز على الجابون اللي يمكن كان فرق هدفين بس يعني كان شوية مش عايزين نقول بصعوبة بس كان يعني كان بالإمكان ممكن يأدي أفضل منك يعني يمكن منتخب الجزائر زي ما قلنا مش فيه فرق طبعا مستوى كبير أو بينه وبين مصر حتى تصريحات لفهمين كده من كلامك أنه فرص مصر أحسن إن شاء الله بإذن الله يا رب يعني تصريحات المدير الفاني حتى لمنتخب الجزائر الرابح غربي كان بيكلم أن أنا هقابل منتخب عالمي لما بيسألوا إيه توقعاتك لمباراتك مع مصر وإنت هتقابل حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور قال إن أنا أنا صريح مع نفسي أنا هقابل منتخب عالمي يعني منتخب مصر مش بس منافسته مقتصر على المنتخبات الأفريقية لأ ده بي نفس منتخبات عالمية لزي الدنمارك وطبعا كلنا شوفنا الأداء العالم وهو منتخب عالمي فعلا مدينة بأداء رجالته لأننا بنشوف اللعبة تحديدا في كورة اليد بيقتلوا في الملعب مش فكرة لو بيلعبوا علشان سكوروا ويفوزوا يعني يمكن أنا هنا مش متفق معاكي قوي في فكرة على قد المباراة بنلعب لأنهم دائما بيبعندهم فرقة اللي أنا أجيب فرق سكور كبير فبيبقى فيه حالة من حالات القتال والحماس اللي موجودة في الملعب لكن احنا عارفين أن دايما الخمسة الأوائل في بطولة الأمم الأفريقية هم اللي بيصعدوا لكاس العالم فشايفة دي ازاي ومين المرشح أنه يكون بيصعد لكاس العالم يعني هو يمكن منتخب الجزائر كان استكمالا للتصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه عارف أنه مش قدر أجاري مصر في القوة البدنية للعبتها وخبراتها بس هو كان هدفه أنه يكون موجود في المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم اللي هتقام طبعا العام المقبل في سويد وبولندا يمكن الجزائر طبعا مرشحة أن هي تكون موجودة في بطولة العالم طبعا يعني مصر إن شاء الله يا رب يا رب تفوز باللقب يعني مش هدفنا مش بس تقاهل لبطولة العالم بالتأكيد هدفنا نحن كمان نتوج على أرضنا باللقب الثامن منتخب تونس برضو منتخبات القوية جدا يعني برضو في أنجولا بتأدي أداء قوي جدا برضو منتخب الأنجولي عندنا الكنغو برضو من المنتخبات اللي حتى الآن ماشي كويس في البطولة يعني دي أبرز المنتخبات اللي حاليا أداءها يعني ملفت وطبعا إن هي متوقعنات أقرب للترشح أقرب للترشح لبطولة العالم طيب لو بنتكلم عن تقييمك لأداء اللعيبة بقى بتوعنا يعني إحنا بنتكلم لعب زي عالمي زي أحمد الأحمر دي مشاركته رقم عشرة اللي موجودة في بطولة أفريقيا عمتا يعني بتحليلي إزاي أداء اللعيبة أو لو نتكلمنا عن الأحمر بالتحديد أحمد الأحمر ده يعني أسطورة مش بس في اليد يعني أسطورة في ألعاب الصلاة كلها دايما لما حد بيكلم عن ألعاب الصلاة لازم يعني يجاب زي لت أحمد الأحمر أحمد الأحمر دائما بيثبت أن العمر يعني مجرد رقم بتشوفه في أداءه في الملعب بينزل بيعمل هو خبرة فضيعة جدا في الملعب بروند يمكن بيعمل مؤخرة أن هو يطلع لعبين الصغار في السن شوية عشان خاطر يعمل زي تجديد دماء كده أو أن هو يجمع بين الخبرة عناصر الخبرة لزي أحمد الأحمر وبين الجلين وبين كريم هنداء وأب الضبط كده واللعبين الصغار في السنة داي شوفنا مهاب اللي ممكن لعب موجود مع المنتخب وبيقادي بشكل كويس جدا وسيسة وفي كذا لعب موجودة علي زين شايف أداءه إزاي تحديدا هو لسه فايز بطول الدور يا بطال الأوروبا مع برشلون أمام يعني برشلونة قبل ما يسيب علي زين يعني نجم كبير قوي في الفترة الأخيرة ما شاء الله مستوى كبير بيقدمه في أوروبا يعني دايما بقول المنتخب اليد ممكن مستو زي ما بنقول المنتخب فيه كده كيميا أو فيه حاجة كده يعني عندك اللعيبة المحليين مستوهم قوي جدا اللي بيعابوا في الأهلي أو الزمالك أو هليوبلس أو السبورتينج اللعيبة المحلية وعندك لعيبة عالميين بيلعبوا زي علي زين وزي ممدوح حاشم ويحيا خالب بيعابوا في أكبر أندية في أوروبا بس أنا بشوف اللي بيميز ده كله في الآخر يديني فكرة روح الفريق يعني مفيش حد بيتعامل بيعني النرجسية أو الأنا أنا اللي هاحرز أنا لأ كله بيبقى روح الفريق عشان خاطر حاجة واحدة بس مصر اللي تفوز صح سريعا كده قبل ما نروح للموجز أعوز أعرف من الحقيق بس شايفة مين الحصان الأسود اللي الرهان عليه النهاردة في مباراة الساعة 8 يعني هو لعيبة كلهم بالله بصراحة حتى الآن بيقدوا أداة كويس بس هو فيه أحمد هشام سيسا ده لعب في المنتخب الجناح المتع المنتخب هو حتى الآن هو هدف المنتخب برسيد 13 هدف يعني يمكن هو دوت أتمنى أن هو يكون يعني دوت من العناصر الفريقة للمنتخب غير بقى طبعا باقي الجمعة مش حايزين ننسى أحمد الأحمر وعلي زين ومامدوح هاشم وطبعا الحراس المرمى دايما بشوف أنها نص الفرقة يعني حراس المرمى عندنا عندنا حراس طبعا شايفة خطة براندو جارسية موفقة لغاية دلوقتي حتى الآن شايفة أنه موفق جدا كمان زي ما قلت الأداء المفروض هيع لأكتر في الأدوار الإقصائية يعني النهار دا المفروض الأداء هيختلف شوية أكتر أنت بتتكلم خلاص بقى لازم حد يعني لازم نخرج حد في الموضوع مش فكرة بقى لأنا عايزة أفوز بس فرق مش عارفة جون لا دا أنت لازم الموضوع اللي بيبقى لأدوار الإقصائية دي بيقى فيها حماس وقتال أكتر زي ما قلت الدوافع كمان من متخب الجزائري حتى لو هو عارف أن أنا مش هقدر جاري لعيب في مصر بس أنا عايزة أتأهل لبطولة العالم فبالتالي لا المستوى أكيد حتى الجزائر ما أعتقدش أن هي تعب بنفس الأداء اللي لابد فيه في دور المجموعات يعني ما فيش أحسن من اللي احنا نقفل بالمقولة أو العبارة اللي انت قلت يا هل نروح الحماس والقتال اللي موجودة في الملعب تحديدا في الدور ده لكن إن شاء الله درهان وإن شاء الله هنشوف رجالة فعلا في الملعب وإيه قادرين اللي هم يتفوقوا أنا عايزة أقول حاجة أنه فعلا رجالة اليد شرفونا قبل كده وإحنا شفنا أداءهم قبل كده في قلت العالم كان عامل إزاي قدام الدنمارك وقدام كذا فريق تاني عالمي قدروا أن هم يقوموا بيعني ما حالفناش الحظ أن احنا نكسب لكن قاموا بمباريات في الحقيقة احنا ابتدينا حتى كمشاهدين ننتبه لكورة اليد ونبعايزين نتفرج عليها ومش بس كده كمان نشجعها ونهتم باللعيبة احنا أسقين فيك وعارفين أن انتوا هتقدموا لنا النهاردة إن شاء الله مباراة نفخر بيها ومتأكدين إن شاء الله ملفوز بإذن الله دينا نبيل النقضة الرياضية بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر ونتمنى لك كل التوفيق وطبعا كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة الوطني لكورة اليد وإن شاء الله يكونوا قدف تحدي بإذن الله يا رب إن شاء الله